الذهب والفضة قديما كان أثمان السلع في عملية البيع والشراء ويقع فيها الربا فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة ولزم القبض الثوري ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة فإذا بادلنا عملة بمثلها كصرف مئة ريال بورقتين من فئة الخمسين وجب القبض الفوري للبدلين وحرمت الزيادة فمن صرف أو فك مئة ريال مثلا فأخذ ثمانين وأبقى عشرين فيما بعد فقد وقع في الربا ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل فلا يجوز بيع العملات بالدين أو التقصيد ولكن لا يشترط التماثل فيجوز فيها الزيادة ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة التي ألغي التعامل بها ولم تعد متداولة بأكثر من قيمتها لأنها لم تعد نقدة فهي سلعة من السلع ويجوز تحويل عملة دولة كريال ليتم تسلمها في دولة أخرى بعملة الدولة الأخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري ويحصل ذلك بقبض المال أو الشيك أو ورقة الحوالة فتعلم أحكام الصرف يقل مسلم بإذن الله من الوقوع في كبيرة الربا قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم